نيجي بعد كده احنا اتكلمنا على التعليق التعليق بالصراحة يعني انا معرفش الناس دي ما حاج بيتكلمها حاج بقولها حاجة الناس دي ما بتبق يعني كل همها انها تقول تواريخ وتتكلم عن حاجات قديمة مالهاش جعوة ده فيه ناس ما بتقولش النتيجة اللي بعدها بربع ساعة ونص ساعة فيه ناس ما بتعرفش تقول الاسام اللعيبة فيه ناس ما بتقولش الاسام اللعيبة خالص كل اللي مهتمين به التكتيك أربعة أربعة اتنين أو واحد ثلاثة اتنين ثلاثة تمالكم للكلام ده المشاهد شايف انت معليك انك توص في اللعبة وما نسمونك معلق على المباريات ليه؟ علق على المباريات ولسه بردولك يا السلام لو عملها كان معانا كيابت ومحسن صالح وتكلمنا فيها يقولك بجنب رجله بصباح رجله الكبير لا ده بصباح رجله الصغير يا عم زيعله قدامك انا هفضل كده وراكه مش هسيب اي حد وقطعوا واتكلموا وقولوا زي منتوا عايزين التعليق حدث ولا حرك حاجة بقى حاجة صعبة قوي بصراحة وصوت يعلى وصوت ما تسمعلوش وبعدين يقولك ايه؟ طب هنشوف اللعبة دي تاني يشكك الناس المشاهدين في اللعبة وبعدين يقولك ليه؟ انا ما قلتش اصلي بش عارف ايه اوصف اللي قدامك والقرارات دي ماليكش ضعب بيها قرارات دي بتاع التحكيم ده المفروض من المعلقين ولو عدتم انا ما قريش حاجة انا ما قريش حاجة كل حلقة هبدأ كده وهزود كمان الفترة اولانية حاجة الاخيرة اللي انا عاوز اتكلم فيها اللي هي المحللين المحللين يا جماعته لازم تذكروا انا انا شفت ناس وانا بقيت فترة من فتراتهم اللي بحلل ناس جاية لمعها قلم ولا معها ورقة ولا محضرة هم جملتين اتنين بيقولوهم يقولك الكرة الجامعية والخطط الجامعية ومعدل اللياقة البدنية ودول بقى ايه سعليهم كده حط موضعات مالهاش لازمة في الكرة وبعد كده ما ييجي بين الشوتين عشان يتكلم على المباريات انا بتابع كل حاجة ده بشعيب بالعكس بتابع كل كبيرة كل صغيرة بشوف مين الكواس ومين الوحش فيه ناس كويسة فيه ناس ممتازة تتكلم على الأد إنما فيه ناس ما بتصدى تاخدوا المايك وهاتي يا كلام ورغي حتى للمزيع بقوله الفرقة نزلت الملعب هو ولا هنا هو عاوز بس يقول للناس أنا أكبر روحة كلامانجي في الناس اللي قاعدة دي كلام ده ما ينفعش عشان كده أنا بقول للمحللين اتكلم على قد اللي انت شفته ومتعليش لعيب عن لعيب ومتطلعش مدرب فوق مدرب يعني مدرب عامل خطة وحشة أو بتاعه وانت بتتكلم عليه كإني لو كان ده جارديولة لا مش للدرجات دي يعني عشان كده هدوء شوية وبصوا على الماتشات اتفرجوا أنا بشوف أحيانا بأحيانا أنا بقول لكم اللي بيحصل الكواليس المباراة بتتلعب كل واحد بيقوم يأكل واللي يخش هنا وروح هنا ما بيتفرجوش على المباراة بيتفرجوا على الملخص اللي بيجي لهم وده ما ينفعش ده ما ينفعش اقعد تفرج شوف بين سبورت بيعملوا ايه شوف سكاي نيوز بيعملوا ايه شوف كل القنوات الرياضية في العالم بيعملوا ايه الناس بتقعد قدام الماتش وبتكتب وبتقول في قديقة كذا 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 هات كذا احنا الكامل ده ما عندناش احنا بشوف الملخصات عشان كده انا متبنى من المعلقين والمحللين اتقوا ربنا في الناس اللي بتفرج عليكم ارحمون لان احنا احنا تعبنا اوي 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 سواء في ماتشات التعليق على ماتشات المنتخب او في مباراة الدور العام الدور العام لسه نحن نسى في الاسبوع السابع لسه هنشوف بقى يعني باللي احنا شوفناها المستوى السيدة لا يبقى حرام عليكم والله انا لحد كده هتوقف باش هتكلم تاني انما لو لقيت الكلام ده كله بيكرر انا ما عنديش مشكلة والله العظيم ما عندي مشكلة هبدأ اتكلم تاني والتالت ورابع واللي عاوز يزعل اللي عاوز يشرب من البحر انا نقول يشرب من البحر لازم نحسن من المنتج بتاعنا المنتج بتاعنا في كل شيء خلاص احنا بعد كده هنقوم بطين الصوت تنفرج على المباراة لا هسمع محلل ولا هسمع واحد معلق حتى لحد كده كلامنا خلص انما لسه في الفترات اللي جاية عندي كلام تاني كتير اوز